المغرب يبدأ في توطين التكنولوجيا اللازمة لاستضافة مونديال 2030 لكرة القدم ونتائج الرقمنة بدأت تدهش المغاربة سواء في القطاع الأمني أو اللوجستي وحتى الاستثماري مرحباً عزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شور ترأست غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وأصلح الإدارة يوم الجمعة الماضية بمعية فوزي لقجع رئيس اللجنة المكلفة بملف الترشيح المغربي لكأس العالم 2030 بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورشة عمل خصصة لتدارس الشق المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في ملف ترشيح المملكة المغربية لاستضافة هذه التظاهر الدولية الهم في إطار الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال وشكلت ورشة العمل فرصة للاطلاع على مدى تقدم أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد ملف الترشيح وتوفير كافة المعلومات والوسائل المطلوبة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث تم الاتفاق بالمناسبة على أطلاق العمل بمنظومة للتتبع لإنجاز المشاريع بما يساهم في تحقيق الالتزامات المغربية المتعلقة بتسريع المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصال وكما نعلم دائما ينظر الغرب لأي دولة عربية أو إفريقية بأنها دولة غير آننة بشكل كافي وغير متوفرة على البناء التحتية اللازمة لنجاح هذه التظاهرة مثل الملاعب وسائل النقل للمشجعين ومناطق استقبالهم وإيوائهم وغيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم هكذا تظاهرات عالمية ولكن مثال ما حدث لقطر من حملة إعلامية شرسة الغرض منها إفشال تنظيم كأس العالم الماضي رغم الجهود الاستثنائية المبذولة ولكن كما نقول إذا كنت في المغرب فلا تستغرب لأن الفيفا نفسها استغربت من حجم التقدم الذي يسير فيه المغرب في مجال التكنولوجيا المتعلقة بالمونديال نظرا لأن هذا النوع من التقدم ارتبط فقط ببعض الدول الغربية لمتقدمة حصرية وبناء عليهم هي أهم التكنولوجيات الأمنية التي جلبها المغرب ضمن نجاح المونديال وأين وصلت أشغال البنية التحتية المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصالات ومتى يمكن القول أن المغرب حقق الانتقال المنشود الرقمي كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنترو أنا حمد القروي برنامجكم أحراب شو أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس حتى يأكيكم كل ما هو جديد ولديكم قناة عرب شو بلاس جديدة لكل المهتمين بالأخبار العالمية ألقوا عليها نظرة أكيد ستغير وجهة نظركم حول هذا العالم ونعود لموضوع حلقتنا حيث أكدت غيثم الزور على دور وزارة الانتقال الرقمي وأسلح الإدارة في دعم مواكبة المشاريع الرقمية ذات الأولوية في البلاد على ظوء آخر اجتماع عبر تعبئة مختلف التقاط والإمكانيات البشرية والتقنيات لتوفير بنية تحتية تكنولوجية تستجيب لمعايير فيفا انسجابا مع الإرادة الملكية السامية في أن يكون تنظيم هذه التظاهر العالمية مدفوعا بطموحا قويا بني على مشروع قدر على ضمان النجاح الكبير لهذه الدورة في هذا السياق يركز المغرب على رقمنة حدوده عبر ادماج التكنولوجيا التحويلية من أجل اعتماد الحدود الذكية ما يعني أن المملكة المغربية تتهيئ لاستقبال مشجعي المونديال والتعرف عليهم إلكترونية من قبل دخولهم إلى المغرب حيث تمثل التكنولوجيا التحويلية لابتكارات القادرة على تغيير المشهد الاقتصادي والتجاري والسياسي بشكل جذري وبالنسبة للمغرب يمكن أن تكون لهذه التكنولوجيا تأثيرات كبيرة على هيئات المنافذ الحدودية والتجارة الخارجية من خلال تغيير طرق العمل وتقديم تحديات وفرص جديدة ويمكن أن يؤدي دمج هذه التكنولوجيا في التجارة الدولية إلى أحداث ثورة في إدارة الحدود والتجارة الخارجية وتحتوي التكنولوجيا التحويلية على عدة قطاعات مثل البيانات الضخمة والتقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي القادر على تحويل عمليات التجارة الدولية بشكل عميق وأكثر كفاءة فمثلاً تمكن البيانات الضخمة هيئات المنافذ الحدودية من تحليل كمية ضخمة من المعلومات لاتخاذ قرارات مستانيرة وأتمامة العملية على سبيل المثال يمكن لهذه الهيئات استخدام البيانات الضخمة لتحديد أنماط التجارة غير القانونية وتحسين عمليات التفتيش وتقليل الاحتيار من خلال تحليل بيانات المعاملات في الوقت الفعلي يمكن للجمارك مثلاً اكتشاف واستهداف الشحنات المشبوهة بشكل أكثر فعالية وكذلك اكتشاف المجرمين الخطيرين الوافدين إلى البلاد بسبب المونديال وبمناسبة تأمين المونديال قام المغرب مؤخراً بعرض أول سيارة أمنية ذكية وتم تسميتها دورية غيات حيث تميزت احتفاليات المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيسها بمدينة أكادير بغرض مختلف مركبات الشرطة وأليات التدخل والحماية وعمليات الخاصة خصوصاً تلك المختصة في تفكيك المتفجرات ومركز القيادة المتنقلة ومكافحة الشغب والتدخل ودوريات الشرطة في هذا السياق جرى عرض النموذج المغربي من دوريات غاية الذكية لأول مرة وهي عبارة عن سيارة دورية ذكية يجري حالياً تجربة نسخة من طرف المديرية العامة ودراسة إمكانية إدماجها ضمن منظومة العمليات الأمنية وذلك في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين الأمن الوطني المغربي وشركة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة وتعتبر دورية غاية من أهم الدوريات العاملة في مجال الأمن ومكافحة الجريمة مصنعة خصيصاً للشرطة المغربية وتم تدعمها بأنظمة الذكاء الاصطناعي والتكامل الشامل مع قاعدة القيادة والتنسيق ووحدات الشرطة الميدانية والمتنقلة وهي التمتاز بتصميمها المميز إلى جانب صلابة هيكلها كما تم دمج كافة كاميرات وأنظمة المراقبة ضمن المركبة أيضاً وتمتلك هذه السيارة قدرة هائلة على قراءة بصمة الوجه كما يمكنها التعرف على المركبات المطلوبة بالإضافة إلى امتلاكها نظاماً فائقاً في الاتصال والبث المباشر مع غرفة عمليات القيادة وتنفرد هذه الدورية الأمنية المتطورة بعرض عدة أنظمات أمنية ذكية على عشر شاشات تضيء مقصورتها الداخلية في آن واحد ويمكنها أداء بعض العملية المرورية كتحرير المخالفات وتخطيط الحوادث يعني لا يحتاج الشرط المغربي لطلب بطاقة الهوية من أي أحد في الشارع لأنه يكفي لكاميرات واحدات من هذه السيارة أن تتعرف على بصمة وجه الشخص فيظهر في مقصورة السيارة سجل المشتبه به وإذا كان مطلوباً للعدالة فيتم القبض عليه ونشر موقعه مع كل سيارات الشرطة الأخرى آلياً في حالة هروب وهذه تكنولوجيا متقدمة للغاية لا توجد إلا لداء سبعة دول من بينهم الإمارات العربية المتحدة والمغرب الآن يعمل على تدريب أعوان الأمن حتى يقوموا بأداء مهامهم في تأمين المونديال بالاعتماد على هذه التكنولوجيا وتأمين كامل التراب المغربي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الغير متوفرة كما ذكرنا في أغلب بلدان العالم بما فيهم البلدان الغربية ما يعني أن المغرب من حيث تأمين هذه التظاهرات القادمة سيكون متفوق تنظيمياً وأمنياً حتى على شركائه مثل إسبانيا والبرتغال في هذا السياق يعمل المغرب اليوم على تعزيز عدة تقنيات مالية لتسهيل حجز الفنادق وتذكر المباريات وبطاقة وسائل النقل عبر تقنية البلوكتشين حيث توفر هذه التقنية سجلاً موزعاً وآمناً يمكن أن يحسن الشفافية وقابلية تتبع المعاملات التجارية على سبيل المثال يمكن استخدام البلوكتشين لتسجيل وتتبع كل فطوات من عملية شراء التذاكر للمباريات والحجز الفندقي بدءاً من منشأ الأموال لذلك المشجع وصولاً إلى وجهته المقيم بها في المغرب مع ضمان عدم إمكانية تزوير المعلومات وهذا يسهل الامتثال لقوانين المملكة والسيس ويقللوا من مخاطر الاحتيال كما يمكن للذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي تحسين إدارة المخاطر واستهداف عمليات التفتيش الجمركية على سبيل المثال يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل آلاف التصريحات الجمركية لتحديد أنماط الاحتيال أو التهريب من خلال التعلم من البيانات التاريخية ويمكن للذكاء الاصطناعي توقع المخاطر المستقبلية بإجراءات محددة مثل الصين التي تستخدم الجمرك بالذكاء الاصطناعي لتحليل سورك المسيحات الضوئية لانحاويات مما يحسن كفاءة وفعالية عمليات التفتيش بالتالي السيارة المسروقة أو المهربة من أوروبا نحو المغرب عبر مشجعي المونديال القادمين سيتم التعرف عليه وهذا يعزز الثقة في الأمن المغربي ويضمن عدم حدوث تجاوزات ضخمة يمكن أن تؤثر على نجاح المونديال ومكانة المغرب كوجهة استثمارية لهذا تم مؤثرا رقمنت عدة قطاعات بالمملكة عبر إصدار عدة قوانين كان آخرها قبل أقل من أسبوع ولا أتكلم عن المرسوم رقم 92-22-2 والذي يعنى بتحديد كيفيات وإجراءات أحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها حيز التنفيذ ليفتحها فصلا جديدا في مجال تسهيل المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب فيما رحب المستثمرون ورجال الأعمال والمحاسبون بهذا الإطار التشريع الذي استقبلته مرحلة نموذجية بتاريخ 6 فبراير من السنة الماضية بمدينة أبريباط لفائدة المهنيين المعنيين بإحداث المقاولات بما فيهم الموثقون والمحامون وخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون قبل أن يتم توسيع نطاق هذه المرحلة لتشمل مدن مراكش وأكادير وتنجا وفاس ووجدة والدار البيضاء منذ يناير الماضي وهذا إيمانا من المغاربة أن المشجعين القادمين للمملكة في التظاهرات الرياضية القادمة مثل كأس إفريقيا وكأس العالم سيكونوا من بينهم مستثمرون محتملون لهذا يتم تسهيل الإجراءات الإدارية لاستيعاب الاستثمارات القادمة بشكل جيد حيث عرفت المرحلة النموذجية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية منذ انطلاقها إحداث أكثر من 700 مقاولة إلكترونية عبر منصة Direct-Trip-Risk.MA فيما سجل أزد من 900 مهني كمستعمل للمنصة وكان الوضع قبل تفعيل الإطار التشريع الجديد أنصاص برقمنة عملية إحداث ومواكبة الموقاولات يفرض على رواد الأعمال المحليين أو الأجانب اجتياز متاهة من الإجراءات الإدارية المعقدة لإنشاء مقاولة حيث يضطرون إلى ملء عدد كبير من النماذج الورقية والانتظار ضمن توابير طويلة موازاة مع طول فترات معالجة الملفات التي قد تمتد لأيام ولأسابيع بالنسبة إلى المستثمرين الآجالة وتضمنت المادة الثانية من المرسوم الجديد بتحديد كيفية وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها مقتضايات تشير إلى اعتماد المنصة الإلكترونية المشاري إليها على منظومة التبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لداء الإدارات والهيئات المعنية بعملها حيث يعصى المعنى بالأمر من الأداءات بالوثائق التي يمكن أن تكون موضوعاً لتبادل الإلكتروني بين الجهات المذكورة مع مراعات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن علماً أنه يمكن لكل إدارة أو هيئة معنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاولات في المنصة واستغنالها ومعالجتها حسب الإختصاص كما أتحت المنصة الخاصة بإحداث المقاولات بطريقة رقمية إمكانية التوقيع إلكترونياً من قبل المعنيين بالأمر أو وكيله أو المهن المكلف بعملية إحداث المقاولة بالمنصة على ملف الطلب المودع لهذه الغاية بالمنصة وهذا سيشجع على الاستثمار بشكل أكبر لأن المسألة خرجت عن البيروقراتية كما تعور المملكة على تطوير بعض القطاعات في علاقة بهذه الثورة التكنولوجية عبر دعم تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد والتي تمكن من خلق ثورة في الإنتاج من خلال السماح بإنشاء أشياء ثلاثية الأبعاد من ملفات رقمية يمكن لهذه التكنولوجيا التغيير التدفقات التجارية العالمية عبر طريق تقليل حركة السلاع عبر الحدود وزيادة حركة المواد الخام كما تسمح تقنية إنترنت الأشياء بمراقبة حركية البضائع والمسافرين في الوقت الفعلي من خلال أجهزة الاستشعار المتصلة على سبيل المثال يمكن لأجهزة الاستشعار تتبع درجات الحرارة والرطوبة داخل الملاعب وخارجها ويمكن نقل المعلومات التي تجمعها هذه المستشعرات في الوقت الفعلي إلى مسؤولي الأمن المركزي مباشرة ويمكن استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الملاعب والمدن التي توجد بها التظاهرات القادمة مما يسمح بالكشف السريع والاستجابة للأنشطة المشبوهة على سبيل المثال يمكن للطائرات بدون طيار أن تقوم بدوريات في المناطق المقتلة بالسكان كالأسواق في المدن العتيقة التي يصعب الوصول إليها وتقديم صور في الوقت الفعلي إلى السلطات المعنية بالإضافة إلى هذه التقنيات توجد تقنية الواقع الافتراضي والمعزز والتي تعد تحولا في تدريب موظفي هيئات الرياضية والأمنية حيث توفر أجهزة المحاكاة بيئات تدريبية واقعية دون الحاجة إلى بنية تحتية مادية مكلفة ويوفر الواقع المعزز معلومات في الوقت الفعلي أثناء عمليات التفتيش مما يساعد الموظفين على تحديد المخاطر واتخاذ قرارات سريعة على سبيل المثال يمكن للموظفين المزودين بنظريات الواقع المعزز رؤية المعلومات المهمة مثل تاريخ عمليات التفتيش والتصريحات الجمهورية والتنبيهات المتعلقة بالمخاطر وهو ما يعزز من كفاءتها كل هذا التطور يحدث الآن في المغرب وما أعاد ملف السيادة الرقمية إلى اهتمامات الحكومة المغربية هو ما حدث قبل أسبوعين حيث تسبب عطل تقني للإنترنت لدى شركة ميكروسوفت في إيقاف الطيران والبنوك ليوم كامل في أكثر من موقع في العالم وبالنسبة إلى المغرب فتأثير العطل المعلوماتي الخطير لدى ميكروسوفت ظل محدودا ومقتصرا على رحلات شركات النقل الجوية الأجنبية الناشطة في مطارات المملكة وكذلك بعض فروع الشركات الدولية إلا أن هذا الوضع لا يمكن اعتباره مريحا أو مطمئنا طالما أن السلطات المغربية لم تتحرك قدما بخطوات ملموسة نحو بلوغ السيادة الرقمية التي من شأنها تحصين البلاد ضد أي خلل أو عطل معلوماتي يمكن أن يؤثر على مرافق حيوية واستراتيجية على المدين القصير والمتوصف بناء علي هل تتوقعون أن تحقق المملكة المغربية السيادتها الرقمية أم لا قبل هذا المونديال القادم إن شاء الله أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إذا أعجبتكم هذه الحلقة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ماء وجديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت الرباط كان معكم حمدي القروي برنامجكم عرب شو أراكم الأحد القد